اشتركوا في القناة ودعم مملكة البحرين لكل الإجراءات التي تتخذها جمهورية الصين الصديقة للحد من انتشار هذا الفيروس وإيجاد العلاج اللازم للقضاء عليها كما بعث صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول رئيس مجلس الوزراء برقية تعزية مماثلة إلى معالي السيد لي كي تشينغ رئيس وزرائي جمهورية الصين الشعبية الصديقة أعرب فيها عن خالص تعازيه ومواساته متمنيا سموه الشفاء العاجل للمصابين بفيروس كورونا ومنفور الصحة والسعادة لفخامة الرئيس الصيني ورئيس الوزراء ولشعب جمهورية الصين الشعبية المزيد من التقدم والازدهار ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر